تحياتي لسيدة نضال الأحمدية أول شيء بدي أعضح لك أنه كلمة بوز الواردة في عنوان الفيديو هي لا تستخدم دائماً للمذمة يعني سابقاً كانوا فعلاً يزموا الإنسان للمبوز مع أنه ليس من إيده الوحي للمبوز خلقت الله مثل ما بيقولوا لكن الآن ما عد حدا نزم لأنه في ناس كثير خاصة السيدات ما قالوا مبوز راحوا وعملوا دفعوا مصاري نفخوا بوتكس صار للمبوز فهي ليست مزملة الآن هي وصف لجنابك وحدة من الناس اللي عام لهذا ونحن كمان الفم بيقولوا شفايف للمرأة وكانوا سابقاً يمدحوا ويقولوا ثغرها يعني كناية عن الصغر يعني المرأة كلما صغرت ما كانوا يعتبروها هذا ميزة جمالية الآن طيرت يعني كانوا يزموا لواحد مثلي أو يتمسخروا عليه يقولوا له شفاتيرك كبار ومنها اشتق أهل حلب كلمة الشفترة إذا واحد عم يقول شيء ما من اختصاصه ولا هو يقول له فيه مثل ما عملت أنت يعني قضية اللاجئين الموجودين في لبنان هي قضية محكومة بأمرين أولاً الأمم المتحدة ومؤسسة اللاجئين وتدفع مصاري للدولة اللبنانية وتانياً العلاقات الدولية العلاقات الدولية هي تحكم هذا الأمر يعني مو مين ما بده بيطلع بيقول أنه اللاجئين لازم يروحوا أو يصرفون وبعدين انت يعني تقولي لهم أنه يصرفون وتقولي أنه بشار الأسد ما بده يأهم صح؟ أنا من كام يوم نزل فيديو قلت أنه بشار الأسد وزلمه وشبيحته ونبيحته وإعلامه وضباط جيشه ومخابراته كلهم ما بدهوا اللاجئين سوريين وهذا أمر عكس منطق الحياة يعني منطق الحياة يقول أنه دول الأخرى ودول الجوار ودول العالمية كلها لازم تمسك ورقة ضد بشار الأسد أنه ليك هاي اللاجئين نحن إبن حسين نتحكم فيه من رجعون أو ممرجعون والعكس هو بقول لهم أنه أنه إذا لم تكن ترجعوا ومن تكن تدفعوا لي مصاري وأنا بستغرب أنه أنت أيت لما عملت لقاء مع وليد عبود أنت أيت قلت والله معوحة أنه لأنه معارضي لا ما نمعارضي ممكن للاجئين معارضي يعني أنت نفسك بتنقضي نفسك بالفيديو بتقولي فيه منهم بيروحوا بيزوروا سوريا وبيرجعوا يعني إذاً هنا ما المعارضي وحتى أنا بستغرب هدول اللي بيروحوا بيزوروا سوريا وبيرجعوا كيف قبلة الأمم المتحدة صنفهم لاجئين لازم ما يصنفوا لاجئين هدول يروحوا عند حبيب قلبهم بشار الأسد ويقعدوا فالمهم أولاً بالنسبة للبوز ما أنا مزمي ولكن فعلاً في كتير ناس لازم تسكر البوز بمعنى أنه هذا الشيء إذا كنت فيه صار اسمه على قولة أهل حلم شفترة البند الثاني نحن السوريين اللي مشردين اللاجئين التعبانين اللي خربان بيتنا اللي مطالعين من بيوتنا اللي أتلان ابنه اللي أتلان أخوه اللي مقدم ما بعرف كام شهيد أو سميان إذا بدك ضحايا هدول ما بتحملوا إنه حدا يطلع يحكي معهم ضرب لك مثال من كم سنة في تركيا فيه شخص عادي ما قلوا على أن لا يعني لا هو صاحق رئيس حزب ولا هو عضو حكومة ولا هو والي وما قلوا أي صفة رسمية شخص من المواطن يعني إجاء الآلام وسألوا شو رأيك بالسوريين ما بعرف إيش قالوا يا أخي نحن صحاب البلد هون ما بناكل موز هنا بيأكلوا موز وهذه المقارنة سخيفة يعني مثل ما قلوا بنحكي بعد شوي عن موضوع الشوكولام مقارنة سخيفة شو تأكل موز وأنتي كمان أنه ما بيعرفوا شو الشوكولام يعني شو هل فهذا الزلمة ما ضل حدا بعد ما صرح هذا التصريح ما هو السوريين عملك تعبانين يعني ما ضل حدا من اللي بيشتغلوا على السوشيال ميديا اللي بيكتبو إلا أما صور له عرباية موز أو عمل له كاسة موز بحليب وحتى البنات صاروا يضعوا موز هنا يتزينوا فيه ويعني صعب له الموز صار يقل فوله أغاني على الموز ما أنه الرجل ما هو واحد من الناس يعني تشفتر تعاقب أو مو هو اللي تعاقب يعني كأني عم نعاقب حالنا كترنا نحن يعني الحديث عن الموز زاد عن حده يعني الموضوع الآن بالنسبة لموضوع الشوكولامو أنت الحقيقة اخترتي موضوع سيء جدا يعني ماذا يريد أن يأكل الشوكولامو هل هو دليل حضارة وتقدم طيب الآن إذا قلت لك نحن نأكل بسوريا بعبئة أو تنبعجين مثلا وأنتم لا تأكلوا لبنانيين هل نحن نتباه عليكم بهذا الموضوع وبعد ذلك أنت تتحدث عن الشغلة موجودة في السوريا هناك أكثر من خمسين واحد كتبوا لك في الردود أثناء التريند يعني كل واحد كتب حدد سنة أول مرة أكل شوكولامو بإينا كفتريا شيء في حمص شيء في الشام شيء في حلب شيء يعني مثل كل الأكلات التي تطلع في أوروبا يعني شوكولامو يعني بظنة فرنسية أو إيطالية كل الشغلة تطلع في أوروبا بعد فترة تنزل هذه البلاد التعبانة المتخلفة نحن وياكم يعني ما تفكري أنا شديد الاحترام للشعب اللبناني أو لبنان أو لدباء لبنان أو لفيروز أو لسعيد عقل كلهم بحبهم أنا ولكن نحن كل ياتنا الشعوب تعبانة يعني لاحظة إذا كنت تقولي لبنان نفسها اللي هي نعتبر أن نحن بلد الحرية نسبياً يعني كم حرب أهلية صار فيها خلال مئة سنة سوريا ليك الحرب الأهلية ما تزال دائرة في شوارع يعني في في مناطقها تقسمت ناس راحوا هون وناس على أوروبا وناس صاروا شرق الفرات وناس غرب الفرات وجولاني وما بعرف إيش وليبيا وحتى مصر يعني صار فيها مشاكل وحتى الآن ما استقرت والله يحمي الأردن يعني العراق راح هذا البلد العظيم اللي فيه خيرات واللي فيه جغرافيا واللي فيه سكان وكمان راح بالصراعات المذهبية والطائفية فكل المناطق تبعنا ما بحق لحد يحكي على حدا ليش؟ لأنه من نفس الطينة مو من نفس الطينة القومية أنا ما بتبنى الفكر القومي من نفس الطينة التخلف يعني نحن شعوب متخلفة بكل المنطقة اللي اسمها العربية ما في غير مصر تحسن تسميها دولة يعني عدد فيها مئة وعشرين مليون نسمة وفيها كان مؤسسات دولة من مئتين سنة فيها مؤسسات دولة هلا يجوا السلطات الدكتاتورية بيحاولوا يقللوا من شأن الدولة أو يستولوا على مؤسسات الدولة وعلى القضاء وعلى الصحافة فقط لا ينجحوا مئة بالمئة فتصور أن حضرتك زودتها كثيرا وحكيتي يعني حتى الموضوع الشوكولامو وغيره مو مهم حكيتي أكثر شغلة أسائت للسوريين هي لما قلتي أنه بشار الأسد معه حق أنه هذول الناس ما يأخذون فهذه نوع يعني مو شفتها بس قلت حياة يعني منك وسمحيلي قلت لك أنه هاي كتير عين